رفع رئيس مجلس الوزراء دكتور رمعين عبد الملك سعيد برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العالمي رئيس مجلس القيادة الرأسي وعضاء مجلس القيادة والشعب اليمني العظيم في الداخل والخارجي والأبطال الميامين المرابطين في مختلف جبهات الدفاع عن الوطن بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو وقدم رئيس الوزراء التهاني لرئيس وعضاء مجلس القيادة الرأسي والشعب اليمني في الداخل والخارجي باسمه ونيابة عن الحكومة خالص التهاني والتبركات بهذه المناسبة الوطنية التي شكلت نقطة مضيئة في التاريخ العربي الحديث والمعاصر وثمرة لنضالات وتطلعات اليمنيين شمالا وجنوبا وعقد الدكتور معين عبد الملك أن الحكومة تعمل بجهد استثنائي على ترجمة وتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرأسي بتخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية عن المواطنين وتحسين الخدمات الضرورية والأساسية وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وكرر رئيس الوزراء في ختام البرقية التهنئة الصادقة لرئيس وعضاء مجلس القيادة الرأسي وكل أبناء شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج بهذه المناسبة موجهة تحية خاصة للأبطال الميامين في كافة جبهات القتال ضد المشروع الإنقلابي الحوثي الإرهابي سائلا الله العلي القدير أن يرحم الشهداء الأبرار ويشفي الجرحة ويفق قيد الأسرة وأن يعيد علينا هذه المناسبة وقد تحقق كل ما نصب إليه من استقرار وأمن وازدهار اشتركوا في القناة